بسم الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الغزالة ديالي سلام عليكم ومرحبا بكم معي من جديد على قناتي وقناتكم كويزين ومرازان مغربية في هولندا الفيديو ديال اليوم كيف ما كتشوفو غاديكون عبارة على جوج وصفات دوازتي سهلين مهلين راقين مقادر بسيطة وطريقة مبسطة ومقادر مضبوطة كيف ما عودتكم وأهم حاجة أن الوصفتين ناجحتين لداد بزاف شي حاجة وعلى البنات عندي الفقاس بالفواكه المعصلة كيجيب بنين وما تشبعوش منه وناجح وكذلك غريبة ديال المكسرات شي حاجة طب طب فابقوا معايا ما تمشيو فيه بسم الله بالنسبة للمقادر عندي استدل بيضات صغار كسونس سكر حبيبات أو سانيدان جوج كيسان عنبع ديال زيت نباتية رشة ملح دقيق عندي هنا كيلو ومن بعد سنحدد معاكم بالضبط شحال دخلي علبة من الفواكه المعصلة هذي اللي كيكونوا فيها هاتطريفة هكا ثلاثة الألوان أحمر وخضر وصفر خميرة الحلويات أو باكين بودر من فئة 15 غرام ودف المغريبي ديروا جوج ديال الأكياس وكذلك جوج أكياس ديال سكر فانيلا بالنسبة لسكر فانيلا ممكن ديروا كيس واحد كيفما ممكن تعودها بقشرة ديال الحامض محكوك أو القشرة ديال بورتقال محكوك بسم الله بالنسبة لطريقة أخذت الكأس ديال الخلاط الكهربائي درت فيه البيض السكر والأكياس ديال الفانيلا بجوج وكذلك غدي نضيف الزيت اللي هو جوج كيسان رشيشة ديال الملح كذلك وغدي نطحنها ديال عناصر جيدا جدا جدا نطحنها مزيان مزيان حتى نتحصل على واحد القوام كريمي واللون ديالو كيميل للبيض بهات الشكر هذا كيف كتشوفوا شوفوا القوام كريمي وناعم مع بعض الناس قواموه الرائع هنا سنضيف الزيت في التدريج لا تكتيرواش الدقيق من الأولى البنات وجدت الفقاس ديالكم بير نجح معاك الحديث سنضيف الزيت في وقتبال الغهور خلط كيمية الج plotted مع باقي العناصر ومن بعد ضفت العلوبة في الفواكه مع السر سوف ندخلها في العجين أو الخليط كذلك ضفت كيس الخاميرات الحلويات أو باكين فودر من فئة 15 غرام وأنا كنجمع ونضيف مرة مرة دقيق هكا يغيب شوية ما كننكتر باش ما يغلبنيش دقيق وبالتالي العجين غيجيني قاسح بزاف سوف تحصل على هذا القوام هذا كيف كتشوفه معايا خفيف نوعا ما كيتلسق باليد شوفوا معايا مزيان صورة نوعا ما كيتلسق باليد هذا هو القوام اللي خاصنا نتحصل عليه لا تفوتوش هذا القوام هذا البنات باش ما يقصح معاكم الكمية بالضبط ديال الدقيق اللي دخلتلي في هذا العجين هذا هي كيلو وزدت واحد جوج معالق كبار يعني جهد واحد الكيلو وخمسين غرام بعد ما مهم جمعة العجين ديالي هنا كيف كتشوفوا قسمتو الربعات الأجزاء هنا يكن عندي القياس ما بين 430 جرام حتى 440 جرام في كل كورا سوف ناخذ كل كورا ديال العجين ونبدأ نحرب لها بهذا الشكل هذا أنا الفقاس كيعجبني يكون الحجم ديالو متوسط يعني ما غاديش نرقاق الحرب ديالي بزاف وفي نفس الوقت ما غاديش نخليهم مغلاد بزاف حيث ينتفخ في الفرد بهذا الشكل هذا غادي نعاود معاكم العملية مرة أخرى كنجمع الكورا ديالي ديال العجين مزيان وكنحاول نحرب لها المهم السمك انتو ما تحكموا فيه واش كتبغيوا الفقاس ارقيق او لا اغلاد واخدوا بعيد الاعتبار ان هاد العاجين من غايد خلال هاد الحرب اللي غايد خلال الفران غادي ينتفخ الحجم ديالهم غايد هاده هما الحرب ديالي بعد ما جمعتهم اربعة بعد ما حربتهم هكا شوفوا را عندهم نفس القياس في الطول والعرض وهذا هو الدور ديال الميزان يعني كيجيبنا دوك الحربلات ديالنا قد قدوا بالتالي الفقاس فاشر غا نقطعوه ما غاديش حبة كبيرة وحبة صغيرة استفت هاد الحرب ديالي في قهوة ديال الفورن نفرشة بورق الطبخ وكندهنهم بالبيت مخلط بقطرات ديال الخل والقهوة سريعة الدوابن بعد ما ادهنت هادوك الحريبلات الكاملين غادي نشرطها كايا بالفوقشات او الشوكة الشوكة عفوا ما كندغطش بزاف في العجين باش ميتجرحليش العجين فقط يبالي ديك الزواقه من الفوق فقط ما نضغطوش بزاف باش ما نشرطوش العجين يعني من الداخل ويجينا الفقاس مترتق نتمنى الفكرة تكون واضحة وتكون وصلات سافي غادي نستمر هكايا بنفس الشكل سافي اخواتي هنا هندخل الفقاس الفرن بارد كنأكد عليها ونعاود الفرن راه مطفي دا بعد غادي نشعل معكم الفران كيف كتشوفوا معاي خليت الفران مفتوح هكا غادي نطيب الفقاس طيلة مدة الطهية غادي بقى الباب ديال الفران نبسم بها تشكل هادا ومفتوح ومرا مرا غا نكون كنحلو قاعد تخرج السخنة ونرجع ننخلي هكا يعني ما نسدوش نرجعوها كنبسم سافي اخواتي هنا الفقاس ديالي اراه وجد كيف كتشوفوا راه ناشف اهم حاجة مني تقصوه ما يكونش ما تكونوش كتحسوه بالعجين جالي لانه الفقاس ما غا يستقش معاكم الفقاس ديالي شد راسو ناشف اخدادك اللوين دهبي لا سواء من الوجه ولا من الجهة التحتانية سافي خرجتش هادوك الحريبلات شوفوا معاي اللوين من التحت دهبي فقط ومن الفوق كذلك ومتماسك مباشرة سوف ندخل الحريبلات في هذا البلاستيك الغذائي مباشرة هما بقين سخونين ونزمتهم مزيان في البلاستيك نجمعتهم بربعة وندخلهم للتلاجة حتى يبردوا تماما للتلاجة فقط ما غاديش نبيتهم الليلة كاملة واللي مزروبة بهم دخلهم لمجمد اهم حاجة ان الفقاس ديالي يبرد تماما سافي اخواتي بعد ما برد الفقاس حيتم التلاجة وهنا بديت انقطع معاكم كيف ما كتشوفوا كي تقطع بكل سهولة انا استعملت هذا المسهداء اللي كيتباع عن دروغري اللي معروف بالكيتر كي تقطع مزيان وماضي بزاف بالنسبة للصوم كنتم اللي كتتحكموا فيه واشو بغيتوا الفقاس غليد او لارقيق شوفوا معايا اخواتي الفقاس ديالي من الداخل راهنا شوف تقريبا طيب يعني ماشي لا يوجد شعاجين في الوسط ودوك الحليوات يجيوا باينين يحتوي على تسليل الكيميا ديال الفقاس سوف ندخلهم لفرن يتحمرون من الجهتين يعني من فوق ومن تحت والفرن تكون نار متوسطة باش ياخدوا لي فقط لوين دهبي وما يخطفوش ليه ونرجع معاكم ما المهم كتشوفوا في طاوة نار من الفوق من التحت وانتم مقابلين والتي تتحيدوها اللي بقى بيضة قلبوها وهكذا حتى تتسليو الكيميا ديال الفقاس بعدما خرجتو من الفران هذا هو الشكل النهائي ديال الفقاس اللي حدرت معاكم اليوم كانتمنى انا نعجبكم فقط التزمو بكل النصائح اللي قدمت لكم وخصوصا ان العجين يكون نرطبوا نوعا ما كيلتاس قليد ما تقصحوش اللي عجين الله يجازيكم باخير الفران بارد ومنين تشعلوه ما تفوتوش مية وثلاثين درجة مية وعشرين حتى هي راهية كافية ويبقى الفران مفتوح طيلة مدة الطهي بالنسبة لتخطاع موس ماضي ما تخليوش الفقاس ديالكم يدوز فيه الطياب يعني غادي قصح وبالتالي غايتهرس لكم وده بقى خواتي غادي ندوزو لتحضير هاد غريبة اللي كدشي اكتر من رائعة شوفوا غير شكيل ديالها مشققها مفقها الماضاق يا سلامة لبنات ما تشبعوش منها انا بصراحة ما كتخطانيش وكتبقى المفضلة عندي في جميع انواع الغريبات يعني كنفضلها على البهلة شي حاجة زوينة بساف لديدة بساف كدشي شيشة فتية وفي نفس الوقت مقرمشة كتعجب الكل شي حاجة ديالتحمار تلوجه بقاوا معايا نشوفوا المقادر والطريقة بالنسبة للمقادر اخواتي بسم الله عندي 250 جرام ديال زوب دلينا كأس الاربع زيت نباتية كأس سكر سندا وتقدروا تعودوه بسكر سكيل او سكر سكر غلاسي ساشي ديال الفانيلا الخمارة ديال الحلوة او باكي بودر من فئة 8 جرام فقط وهنا عندي خليط ما بين كوكاو محمرة ومطحون الزلج لانمساهد ومطحون واللوز محمرة ومطحون تقدروا تديرو غير كوكاو محمرة ومطحون ميتين وخمسين جرام وكذلك عندي رشة ملح وعندي دقيق حسب الخالط هدو هما المقادر وبقاوا معايا ان شاء الله باش نتعرفوه على الطائقة بسم الله هنا في واحد القسرية اخديت اه رابعة ديال الزبدة والزبدة اللبنات حاولوا تتخرجوها حيات راكوا عارفين دا بالبد يعني تخرجوها متلاجه لقبل من الاحسن باش ترطب لكم وتساعدكم في الخدمة مع درت معها رشة ديال الملح ساشي ديال الفانيلا وكاس ديال السكر سنيدا خلطت العناصر مزيان حتى حصلت على خالة كريمي وضفت ليهم اسئلة ربع ديال الزيت نباتية وكنخدمها كابيدي وكنحاول ندخل ديال الزيت مع الخالط ديال الزبدة حتى يختفي تماما ويتجانسلي مع باقي العناصر سافي اخواتي هنا اغادي مبدا نضيف ديال الخالط ديال المكسرات وغن نحاول انخلط مزيان وهنا غادي مبدا نضيف الدقيق بالتدريج مع خميرة الحلويات انا قد لكم تمانياء ديال الزيت وغادي نخدم العناصر هكا مع بعضه انا كندخل دقيق ما تكتروش دقيق اخواتي اه يعني غير بالتدريج انتوما كتخدموا وانتوما كتشوفوا حينكم ميزانكم وواش ما زال خاصها دقيق او لا هذا هو القوام ديال العجين اخواتي ركتكو مرتبة ولينا ومنين كان جربوا هكا واحد الكويرة كتتكور معنا بسهولة وفي نفس الوقت ما كتلسقش لنا في اليد ديالنا اغطيت الخليط ديالي بواحد البلاستيك باش ما ينشفليش وكان اخذ منه هكا كويرات بهذا الحجم هذا اللي عندها الميزان تدير اه خمسة وعشرين جرام ره ها مزيانة غا تعطيها حليوة عاطية للعين ودك الحلوة البلدية كتبغي تكون شوية اه الحجم ديرها كبير شوية خصوصا غريبات مك يجيوش زوينين او حليلوين اه اه اذا كانوا صغار نستمر الاخواتي هكا كنشكل كويرات ما كان ضغطش عليهم كنخليهم هكا كنكركبين مكورين يعني ما كان ضغطش عليهم بليد لا كان عوضهم هكا ونحطهم في واحد تبصيل اللي عندي فيه اه سكار غلاسي او سكار سقيل كان نفند الكويرات ديالي في سكار سقيلها كده بهاتشكل وما كان ضغطش عليهم يعني كان نفند ونعاود باش يلسقلي عليها سكار غلاسي مزيان وكان ستفتوا يكونوا الحلوة ديالي متبعدين حيات مليها تدخل الفران اه كيتساد الحجم ديرها وكتوسع باش ما تتلاصقش ليكم وفي هذا الاتنى اخواتي عندي الفرن كي يسخن على مئة وثمانين درجة ضروري الفرن يكون عندي سخون من قبل هنا سنزينها باللوز اه هو في الاصل يعني اللوز ستحطوها هكاك على الحلوة ديالكم ولكن انا فجربتوها هكاك ذيك اللوزات كي يطايحوا من بعد مشي كل شي ولكن شي حبات باش نتفادى هاد المشكيل كان دهن واحد دهنة خفيفة بزاف 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 كان اكدها البناس ما تكتروش بالمربة وكان تبتها على الحلوة ديالي او دهنوها ببياد البيض وتبتوها فوق الحلوة ديالكم سافي اخوتي هنا كيف كتشوفو دخلتها الفرن مشعول على مئة وثمانين درجة سخون من قبل حطيته في الروف الوسطاني لحافية ملفقه من تحت وخليتها الطيب اخوتي اخرى تاخذ تكلويين غيم حمرها كدهبي ملفقه من تحت وخليتها مدفوتوش فيها الطيب فقط تكلويين فقط تخرجوها من الفرن راها كدج اكتر 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 مرائعة وانا متأكدة لو جربتوها هاته غدي تعتمدوها يعني غير سجلوها عندكم غدي تحتاجوها بالتأكيد وبالنسبة لدقيق اخواتي انا في هاد الكيميا هادهي دخلتلي 600 غرام وانتوما يعينكم ميزانكم على حسب نوعية دقيق اهم حاجة العاجين يبقى الطب اوليين وبالنسبة اللي ما بغتش تدير اللوز تدير 250 جرام ديال كوكاو محمر ومطحون تقدر تخليه بالقشرة او تحييط القشرة ماشي المشكل او تدير كاس ديال كوكاو وكاس ديال اللوز عفوا ان كاس ديال كوكاو وكاس ديال زجلان محمر ومطحون يعني تستغنوه على اللوز ففعلا هاد الحلوة البنات كتستحق تجربة شوفوا روعة ديالها شكلا اما المذاقف شي حاجة طب 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 كاتش رائعة جدا نتمنى تجربوها تخليوا اللي رأيكم في التعليقات وكيكون اخواتي هدا هو الشكي النهائي ديال الحلوات او دوازتاي اللي حضرت معكم اليوم ديال الغريبة والفقاس اللي بلا ما نشكرهم لكم شكرين راسهم برأسهم وإلا جربتوهم أغاد تعرفوني إعلاش كان نهضر إلا عجبكم الفيديو أخواتي حاولوا توصلوا لأكبر عدد من اللايكات غير فقط بش يوصل لأكبر عدد من المشاهدين إلى هنا غنقلكم تلوا ليفرسكم وإلى فيديو آخر بإذن الله